طول الوقت فيه كلام حوالين علاقتهم وأخبار انفصالهم بتتردد كل فترة فهل فعلاً حسام حسن طلق دانا آدم؟ في الساعات الأخيرة انتشر خبر طلاق حسام حسن ودانا آدم وبالرغم من أن محدش فيه امطلع أكد الخبر أو نفا إلى أن الخبر انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا خاصة أن دي مش المرة الأولى اللي ينتشر فيها كلام عن انفصالهم فسبق وحصل من شهور وبرضه محدش فيه امطلع علق وبعد رجوعهم دانا عملت فيديو وأكدت أنهم انفصلوا ولكن رجعوا بعد عشر أيام بس من الانفصال فهل الانفصال تم فعلاً المرة دي؟ ولكنهم مش نويين يعلنوا بشكل رسمي؟ محدش عارف بس خلينا أقول لكم كمان أنه ظهور دانا دايماً بيخلق حالة جدل بسبب فرق السن بينها هي وحسام وفي آخر ظهور ليهم انتشرت صورهم وتقال إنها بنته عشان تنفعل دانا وتعمل فيديو وتقول أنا مراته مش بنته وحسام أصغر بكتير من أنه يخلفني إحنا متجوزين من 2015 وعندي طفلين ومبسوطين في حياتنا وأنا ما بظهرش كتير لقيتنا حسام بيخاف علي جداً وعشان ما بحبش أوطره بوجوزي ومن ساعات قليلة نشرت دانا بوست بمناسبة 30 يونيو وقالت كلام كتير انفعالي وكب تنتقد الوضع العام وتعرضت لهجوم في التعليقات وما يعدي الساعات وتشيل البوست ومن بعدها انتشرت أخبار الانفصال فتفتكروا هل حصل فعلاً للانفصال للمرة التانية ولا دا مجرد خبر علشان ما حدش يركز مع البوست بتاعها